القاعدة العسكرية الجوية الثالثة بقنيترا تشهد صفحة جديدة في مصاري التعاون العسكري بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تدريبات تنائية وقف من خلالها الجانبان على تأهب والسعداد القوات المسلحة المغربية والأمريكية لمواجهة المخاطر والكوارث وفي مقدمتها الحرائع في سياق دولي يستفحل فيه خطر التغيرات المناخية وما يسببه ذلك من حرائع مدمرة انفيدا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السديس نصر الله القائد الأعلى ورئيس أركان الأحراب العامة للقوات المسلحة الملكية فدتمرين يعرف مشاركة أفراد وعسكريين يمثلون مختلف تخصوصات بالقوات المسلحة الملكية والمديرية العامة للوقاية المدنية إلى جانب فرق أمريكية متخصصة من الحرس الوطني لوليات يوطا ووكلة الحد من التهديدات الدفاعية من بين الأهداف المتوخات من هذا التمرين تطوير جودة العمل والتنصيق المشترك بين مختلف المكونات المتخصصة لوحدات الإغاثة والإنقاذ وباقي الوحدات المشاركة في التمرين سواء الوطنية منها أو الأمريكية تدريب ميدانية تحاكي عمليات إطفاء الحرائح باستعمال طائرات الكانادر وأخرى تحاكي عمليات التحكم في الحرائق المندلعة في الطائرات أبان من خلالها أفراد القوات المسلحة الملكية والوحاية المدنية عن كفاءة عالية إلى جانب أفراد الحرس الوطني لولاية يوطا والتعاون المغربي الأمريكي في المجال العسكري بات نهجا مترصخا إنه لأمر رائع وفقر أن نتواجد هنا بالمغرب لتعزيز العلاقة المتميزة في المجال العسكري بين المملكة المغربية والولايات المتحدة هذه التدريب تمت خلالها محاكاة الظروف الحقيقية لعمليات الإنقاذ والهدف منها تعزيز القدرات العسكرية للمغرب وريادته المغاربية والإفريقية في مجال الإنقاذ والإغاثة التدريبات المشاركة شملت كذلك عمليات الإنقاذ والتدخل تحت الأنقاذ مع ما يتطلبه ذلك من كفاءة وسرعة في الآداء فضلا عن استعمال التقنيات المتطورة خصوصا في حالات الكوارث الإشعاعية أو البيولوجية قمنا باستطلاع أولي باستعمال روبوتات ومعدات متطورة من أجل الكشف وتحديد طبيعة المادة الخطيرة وكذا أخذ عينات من أجل تحليل مختبري وقمنا كذلك بعملية إزالة تلووت للمتدخلين والضحايا قبل إرسالهما إلى المركز الطبي المتقدم ولأن عمليات التدخل تشمل في كثير من الأحيان المجال البحرية والمائي كان في برنامج التدريبات المشاركة أيضا عمليات تمرين من طرف فروح التدخل المائي بوحدة الإنقاذ والإغاثة كانت مشاركتنا في هذه نسخة كوحدة الإنقاذ المائي قيمة مضافة خاصة فيما يتعلق بتدابير السلامة التي يجب مراعاتها أثناء إجلاء الضحايا وكذلك من التعرف على القواعد والمعدات لنضرائنا الأمريكيين التعاون العسكري بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية بلغ أشواط مهمة خلال السنوات الأخيرة ويتعزز اليوم في مجال تدبير الكوارث وفح رؤية ملكية سامية تروم تطوير كفاءات وقدرات القوات المسلحة الملكية بما يحفظ أمن وسلامة الوطن